يطلقون عليها رقصة الهارلمشيك أثرت هذه اللقطات التي بثتها مجموعات شبابية عبر شبكة الإنترنت موجة غضب وصخط شعبي لدى بعض أطياف المجتمع التونسي الذي رأى فيها خروجاً عن المألوف وتجاوزاً للأعرف والتقاليد الضوار هذه ما تربيناش عليها ما تعودناش عليها المؤسسات من تعنا مؤسسات تربوية مش مؤسسات تفسخ وتعري لو عبروا بطريقة أخرى كانت أفضل كانوا ينجموا يلموا حتى فلوسوا يمشوا يحاونوا بها زوالة فئات أخرى من المجتمع ترى أن الرقص بهذه الطريقة هو نوع من الحرية الشخصية وإن كان لا يخلو من مدلول سياسي نحن أخذينا حرية وهذه دخل في الحرية الظاهر هذه موجود عالمين خرجت من أمريكا في أمريكا اللاتينية في كل بقاع العالم مثلا مش عليش بها الشبابنا هذا بش يكون موجود يصبح الشباب يسعى إلى التعبير عن أشكال تحديه لواقع معين من خلال أشكال الثقافية هذه وأحسن تعبير هو الرقص الرقص بهذه الطريقة وداخل المعاهد والمدارس الحكومية دفع عبداللطيف عبيد وزير التربية إلى فتح تحقيق رسمي كل ما يتم في المدرسة ينبغي أن تكون الإدارة على علم به ويجب أن تبرمجه وأن تؤطره حتى لا تحدث انزلقات وحتى لا تحدث تجاوزات ولكن ما أثير من انتقادات هو أنكم أمرتم بفتح تحقيق في ممارسات من يقومون برقصة الهارلم تشيك ولم تفتحوا أي تحقيق فيما يتعلق باقتحام مجموعات السلفيين لبعض المدارس التي نظمت فيها حفلات الهارلم تشيك نحن نحقق في كل تجاوز يحصل في المدرسة ونحن مسرون على أن تبقى مدارسنا على الحياد وبمنأة عن كل التجاذب السياسية والمذهبية والحزبية والإديولوجية وحتى بمنأة عن الصراع الثقافي ذهبنا إلى ضحية المنزه الراقية حيث يقع معهد الإمام مسلم الثانوي وهو المكان الذي انطلقت منه أولى حفلات الرقص الجماعي في تونس ما عنيش حتى نوية خائبة ما قلنيش نحن هذيك أنت أعمل هكا ولا أنت تصرف كل واحد ما تلقاء نفسه معناها عمل الإجازة متاعه وشطحة متاعه وكل واحد ما تهم أشعر أن الشباب في جزء هام منه سائمة من الحياة السياسية بشكلها الحالي من تجاذبات وعنف ومسائل تكتيكات غريبة عنه وأصبح يريد أن يعبر عن رفضه للسائد أو للواقع أو للسلطة وكل أشكال السلطة المنح السياسي الذي أخذته القضية لا يبتعد كثيرا عن التفسير الاجتماعي والنفسي لإقدام مجموعات من الشباب صغير السن على تحدي تقاليد وأعراف المجتمع والرقص علنيا وجماعيا بهذه الطريقة عطي نبيل بي بي سي تونس